أما بنسبة لدايش ونصره كانت هناك معلومات دقيقة عن مختبرات التي تنتج مواد الكاميوية موجودة كانت في موسو في الإراق ولا يستسنع على نفس المختبرات كانت في إدلب حيث تتركز أولة الأخيرة عناصر نصره ودايش مش بعيدة عنها وهذا هو سبب أن روسيا لا تزال تعتبر وتنتالك من الفكرة أن كل الحادث لازم يكون محقق تحقيقات ضرورية وأي استنتجات بنودة تحقيقات هذا موقف برأي روسيا متسيس وغير مقبول بهذا الروح كان يجل اليوم اللقاء بين ركس تيلرسون وغاديمر بوتين وسيرجي لفروف تيلرسون باقي في موقفه أن جيش بشار أسد استعمل السلاح بوتين ولافروف باقيوا في موقفهم أن هذا الحادث يتطلب تحقيقات الدولية وعلى الفوارق باقي